مرحبا واهلا وسهلا فيكم اصدقائي بفيديو جديد. رح نحكي اليوم عن طريقة كتابة بفيربونك باستخدام الذكال الصناعي. كتير اشخاص عم يكتبوا لي انه كيف بنقدر نكتب باستخدام الذكال الصناعي. رح نحكي اليوم عن استخدام تشات جي بي تي كيف بقدر يساعدنا بهذا الشي. سبق وعملت فيديوهات محتصرة عن هاد الموضوع بس اليوم رح نحكي موضوع مفصل اكتر شوي. تعالوا تتابع معنا هاد الفيديو مع بعض وبتمنى منكم يلمون شرك بالقناة يشت اشترك فيها. واذا عجبكم الفيديو كمان وعندكم اسئلة ثانية كمان كتبوا ليها تحت بالتعليقات. خلينا هلا نبلش على بركة الله. رح نشتغل هلا على موقع تشات جي بي تي. يلي ما بيعرف الموقع رح اعطيكم هلا كيف بتسجل بهذا الموقع خطوة بخطوة. هلا انا الموقع مفتوح عندي رح اعمل هلا تسجيل خروج من شاء الله نرجع نعمل تسجيل دخول من اول بجديد وفرجيكم كيف تعمله حساب. رح نروح اول شي على جوجل وبنكتب بمستطيع البحث تشات جي بي تي. تمام? وبنكبس على انتر. هلا هوا بيطلع لنا. نتائج كتيرة مثل ما شاهدين. نحن نختار من هون اول رابط يلي هو تشات جي بي تي تشات دوت او بني اي دوت كوم. تمام? نكبس عليه هلا هون. هلا هون ازا ما عنكن حساب تكبسوا بس ببساطة على سين اب تعملوا تسجيل. ازا عنكن حساب اندو بالاصل مسجلين عليه بس تكبسوا على لوج اين. بعد ما عملنا تسجيل دخول او عملتو حساب جديد على تشات جي بي تي تطلع عنكن هاي الواجهة. هلا انا ضيف اضافات اضافية على على المتصفح الكروم. من شانك طالع عندي هاد المستطير اللي فوق يلي هو بيعطيني كمان لسا ادوات اضافية كمان بيساعدني بكتابة مسلا. بكتابة مقال كتابة مسلا. سكرت لفيديو على اليوتيوب مسلا. الباوربوينت مسلا حلقة بحث. في شغلات كتيرة. هلا نحن بدنا نكتب بفيربونج. بفيربونج اللي هو طلب التوظيف باللغة الالمانية. تمام? هلا مسلا نحن شفنا وظيفة اه على التعيين باختصاصنا. مسلا انا بشتغل بالاي تي. شفت مسلا وظيفة على الانترنت بمجال الاي تي. شو بعمل بروح بجيب رابط هاي الوظيفة. وبعمل له اللصق هون. وبقل له كتب لي اه بفيربونج لحي الوظيفة. تمام? خلينا نشوف هلا مع بعض كيف. راح نشوف الفرص المتاحة موجودة عن بالشركة اللي بيشغل فيها كفر بارتنر. تمام? هلا ما سينا موجودة عنا اه وظيفة بالاي تي. هلا ازا نزلنا دخلنا على الاي تي مسلا عن الوظائف الموجودة. فانك بس خلينا نروح على هاي الوظيفة. عنا حطينهم في فرصة عمل كا اي تي ادمينستراتور. تمام? نكبس عليها. ادمينستراتور بالالماني. ادمينستراتور بالانجليزي. شو ما هلا حدا يقول انه تعلم انجليزي او اتعلم لغة تانية. لانه بالالماني بيقوله. تمام? نرجع لموضوعنا هلا. اه هي الوظيفة اللي شافينا هون. هلا هون شو منقدر نعمل? نقدر نحدد. ناخد رابط هاد ونروح على شو منعملهم بالشات جي بيتي. منقل له هون. منكتب له باللغة العربية حتى كمان. نكتب لي. منكتب له هون بفيربونك. لهذه الوظيفة مثلا. تمام? ونحط للرابط هاي الوظيفة. منك بس على انتر. هل قمت المشاعفين. بلاش يكتب لي هون. اليك رسالة. مثلا لرسالة تقطين طلب وظيفة باللغة الالمانية. تمام? هيا عطيكم هلأ شو تعملوا. ما انا ما عمل شي لك ما عم مكتب شي لك وهي الكمبيوتر شغال. حط لكم هلأ هون. منو بتحطوا اسمك وعنوانك ورقم الهاتف وكل شي. وهون بتحط اسم الشركة. بتحط عنوان الشركة. المسؤول عن الوظيفة. وعنوانات تبعها. وهون حطوا البيفيربونج. وم بدي اشتري اس اي تي. system administrator. تمام? وبلش هون يكتب البيفيربونج. يعني خلال السواني. ونحنا عم نحكي عم نصور الفيديو. كتب لنا اياه. هلا انتو مسلا شفتوا شغلات ما عجبتكن. بتقدروا ببساطة كمان تعدلوها. بتقل له مسلا بنكبس على هذا السهم ياللي هو ريجينيريت. بهم بكتب لك واحدة تانية. بكل بساطة يعني. هلأ هون كتب لنا اياها باللغة العربية. بنقدر ببساطة. بنرجع نقل له كتب لناها باللغة الالمانية. هلأ عم استناها حتى يخلص بس كتابة. عفوا. هلأ هون كتب لناها باللغة العربية. بس نحن بعدنا كتبها باللغة العربية. هلأ بنقل له. هل يمكنك كتابتها? باللغة المانية. اه لا تأخذوني بس انا ما عندي كيبارد عربي كبان ونسيها لأحرف شوي. هلأ بنعمل له هيك ونقل له انتر. طبعا هلأ بنشوف شو باللغة. طبعا. طبعا اليك انا موزج رسالة تقديم باللغة العربية. طبعا هاي الجرعة كتب لناها هلأ باللغة الالمانية. يعني هون شوفوا شو صار. كتب لناها باللغة العربية. صار انتو بتعرف هلأ شو مكتوب باللغة العربية. تمام. وهون مكتوب هلأ باللغة الالمانية. هلأ مساء انتو حاسينوا هاد الشي طويل كتير. بدنا نحنا نكتبه بشكل مختصر. شو بنقل له? شكرا لك. انا بحب احكي معه باحترام. شكرا لك. هل يمكنك ما اطلعت حرفي كتابتوها. بشكل مختصر. باللغة الالمانية خلينا نكتب لها باللغة الالمانية مباشرة. هاي انتر. هاي رجع كتب لنا هلأ. شوفوا قديش فرقت. هاي حاطينا هاي هو المكان كله. نعنزي دائما متهيرا. شوفوا قديش كانت هاي قديش صارت. شوف هون قديش كانت مسلا. هون قديش كانت طويلة. شايفين فرق قديش. يعني هو بيكتب لكم بيستنتج شو الوظيفة. راحوا على الوظيفة. شاف شو المطلوب هون. شاف الطلبات اللي موجودة. وشاف انه انه مسلا بدهم هدول الامور كلياته. وحلل شاف انه شو المطلوب. وكتب لناها ببساطة يعني وطريقة سهلة كتير. متل ما شفتوا بكل بساطة بنقدر نطلب منه الشغلة اللي بدنا ياها. مسلا كتب لناها باللغة المانية اللغة العربية اللغة انجليزية الفيتنامية اللغة اللي بدتكن ياها تطلبوها منه. واذا ما اعجبكم شي بتقدروا تغيروه. او حتى مسلا هلا هاي كتبه هو بشكل مختصر. بس نحن ما بنعها هاي. بدنا كمان بالشكل الثاني. شوفها الى هون رجعت كبس على ورجع كتب لنا هون هيك. يعني فيو شغلات كتيرة في انتو تحددوه هيك يعطيكم اياها متل ما بتكون. لحتى يعجبكم انتو كيف بيعجبكم وبتعطوه اياه. هلا في عنكن النقطة التانية فيكن تحطو له انتو السيفي تبعكم. لابن سلاوه تبعكم. السيرة الزاتية تبعكم. تكتبو لها هون كاملة. وتقولولو انو انا بدي اقدم على هاي الوظيفة. من شان اه وهي الرابط تبعها. وكتبلي بفيربونك. كمان نفس الشي بيستخلص كل المعلوماتكم. وبتقدر تعادلوا عليها بعدين. ويحط لكم الاسم تبعكم. ويحط المعلومات كلياتها. هلا هون انتو ببساطة. بس بتحطوا بتغيروا تكتبوا هون اسمكم. اذا تكون تبعتوه بالبريد. اما اذا تكون تبعتو ايميل. كمان نفس شي بتعطلو هدول. هدول ما بتحتاجوهون يعني. يعني ما تكون تبعتو انتو الايميل. هدول الامور تبعات الشركة ما بتحتاجوه. بس تحطوا الاسم تبعكم. وتبعتو لهم. حتى هون اخر شي. هون مسلا بتغيرها. بتغير الاسم تبعكم. بتحطوه بالنهاية. وعنكم دول المعلومات كمان بتغيروهون بالبداية. هذا كيف نشرح بسيط عن موضوع استخدام او كتابة بفيربونج. فيكم تكتبوه بطريقة سهلة وبسيطة. خلينا نشوف هلأ مسلا بدنا مسلا نشغل تانية. خلينا نشوف مثلا على الموقع تاني مسلا او اي فرصة عمل. هيفتنا هلأ مسلا على هاد الموقع. خلينا ناخد مسلا هاي الوظيفة يلي بده اللي موجودة هون. ناخد هاي الوظيفة متل ما هي. نعمل لهون نسخ. نحدد للرابط. نعمل له نسخ. بعدين من روح لوين. نرجع عالشات جي بي تي. وعالشات جي بي تي هاي تشاط جي بي. نقل له ممكن. ممكن. مننزله تحت. بعدين منبس كونترول في. منبس انتر. هلأ هون نفس الشي. لايكوا لحاله شاف المهنة شو هي. الوظيفة عنوان الوظيفة شو هي. وبلاش يكتب لنا هلأ البيفيربونك. متل مش عالفين بلاش يكتب لنا ياها. هلأ نقل له نحنا. في كونت حاكو بالالماني في كونت حاكو بالعربي. مسلا فين نقل له مسلا. كان سدو. كورتسر. شرايبن. وين هاي الاشارة هون ليكوا. يعني بيختلف بين العربي والالماني بتختلف اشارة الاشارات تقيم. هلأ اننا ممكن تكتبها اه اقصر بشوي هاي اختصرنا ياها. متل مش عالفين هاي هاي كانت الاساسية. وهي هلأ اللي الصغيرة. المختصرة. بتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. وازا عنكن اي سؤال اكتبوا ليها تحت بالتعليقات كان معكم واجهي الخيامي ويلا سلام